طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو حركة حماس إلى قبول المقترح المعلن نهاية الشهر الماضي عن غزة وتطبيقه بالكامل دون تأخير أو شروط وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس كرينفيلد في بيان إن العديد من الزعماء والحكومات في المنطقة والعالم أيدوا هذا المقترح وأن واشنطن تتطلع إلى دعم مجلس الأمن من أجل إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين كما يشدد مشروع القرار الأمريكي على أهمية تقييد الأطراف ببنود مقترح حين يتم الاتفاق عليه مشيرا إلى أن سرعة تطبيقه ستؤدي إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في غزة زيادة المساعدات وعودة السكان إلى شمال القطاع